يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا فإذا اضطرحت فحسرتي وكربتي وشوقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فما زلنا معكم نتحدث سويا عن الأدب مع كلام الله عز وجل الأدب مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ورأينا إلى غاية الآن جملة من الآداب الشرعية المتعلقة بكلام الله عز وجل فكان أول شيء رأيناه الإخلاص في تلاوته وفي حفظه ثم رأينا ثانيا الإكثار من تلاوته وتعاهده ثم تطرقنا إلى الأدب الثالث وكان الطهارة لقراءته وكان الأدب الرابع هو الوقار عند قراءته واستقبال القبلة وكان الأدب الخامس هو الاستياك أو التسوك وكان الأدب السادس هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن الكريم وفي هذا المجلس وهو المجلس الحادي عشر من مجالس الآداب الشرعية نتناول فيه أدبا ثامنا أو الأدب السابع من آداب قراءة القرآن الكريم ألا وهو قراءته بتؤدة وطمأنينة قراءته بتؤدة والتؤدة هي التأني والتأني كما جاء في الحديث من الله والعجلة من الشيطان التؤدة هو الهدف المطلوب والأمر المقصود من وراء التؤدة في قراءة القرآن والأمر المرغوب من وراء الطمأنينة عند قراءة القرآن والوصول إلى تدبر القرآن قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن قاله في موضعين من كتابه سبحانه فهو ينكر على من يقرأ القرآن ولا يتدبره وسبق أن بينا أن ترك التدبر للقرآن الكريم يدخل ضمن أنواع هجر القرآن في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فأي سبيل يمكننا أن نصل إلى تدبر القرآن إلا أن يكون أو إلا أن تكون قراءته بتؤدة وطمأنينة يقول الله تعالى وردت للقرآن ترتيلا قال العلماء في بيان معنى الترتيل هو قراءته بتؤدة وطمأنينة لا أن يسرع ويفرض في قراءته والأحاديث في وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كما سبق أن ذكرنا أن ذلك الفضل الذي رأيناه في أول حلقة من حلقات الأدب مع كلام الله رأينا تلك الأحاديث وما فيها من الفضل العظيم والأجر العميم لمن قرأ القرآن الكريم قلنا ذلك الفضل لا يناله المسلم إلا بشرطين اثنين الشرط الأول هو الإخلاص في قراءته وحفظه والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام كيف كانت صحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون القرآن الكريم في سنن الترمذي عن أم سلمة سئلت كيف كانت قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنعتتها يقول الراوي فنعتتها قراءة مفسرة حرفا حرفا بمعنى يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حرف حرف يعني كل حرف يظهر وبتؤدى وطمأنينة حتى يكون لهذا القرآن وقع في القلب ونور في الصدر وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يمد قراءته يقول فكان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أن يعطي الكلمة حقها حتى تظهر وروا البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولو يبد أن نتذكر من هو ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ابن أم عبد الذي ورد ذكره في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فكان ابن مسعود إماما في قراءة القرآن الكريم يقول ابن مسعود جاء إليه رجل فقال ذلك الرجل إني أقرأ المفصل في ركعة والمفصل هو أحد أقسام القرآن الكريم القرآن الكريم يقسم أربعة أقسام المثاني والسبع الطوال والمئون والمفصل نعيد المثاني والسبع الطوال والمئون والمفصل أما المثاني فهي سورة الفاتحة قال عز وجل ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم وقال عليه الصلاة والسلام صاحب البخاري في الحديث المعروف عن أبي سعيد بن المعلّة قال عن الفاتحة هي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته لماذا سميت السبع المثاني السبع لأنها سبع آيات ومثاني لأنها تثنى أي تكرر في كل ركعة الصورة الوحيدة التي تكرر في كل ركعة هذه المثاني والقسم الثاني هو السبع الطوال والسبع الطوال هي من البقرة إلى التوبة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة جعلوا الأنفال والتوبة سورة واحدة لعدم الفصل بينهما بالبسملة ثانيا لأن موضوعهما واحد يعني تتشابهان فجعلوهما سورة واحدة هذه السبع الطوال وهناك المئون وهو القسم الثالث وهي كل سورة فاقت مئة آية هذه المئون وهناك المفصل المفصل يبدأ من سورة الحجورات على الصحيح إلى غاية سورة الناس لماذا قلت على الصحيح لأن هناك قول أنه يبدأ من سورة قاف لكن الصواب كما رجحه النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن المفصل يبدأ من سورة الحجورات إلى غاية سورة الناس لماذا سمي بالمفصل لكثرة الفصل فيها ببسم الله الرحمن تقرأ سورة سرعان ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتفتح سورة أخرى ولذلك ترون في بعض أشرطة القرآن الكريم يكتبون قصار المفصل قصار المفصل أي من جزء عمى أو حزب سبح إلى غاية صورة الناس هذا قصار المفصل يعني المفصل من الحجورات إلى الناس هذا الرجل آت ابن مسعود فقال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا كهذ الشعر الهذ هو الإفراط في السرعة وكانت العرب إذا قرأت الشعر تسرع في قراءته لا يقرؤون الشعر بالهوينة وبالتؤدة لا يقرؤونه بسرعة فقال هذا هذ هذا كهذ الشعر إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم التراقي جمع ترقوة هذا الترقوة أو القفص الصدري أسفل العنق التراقي قال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ما معنى هذا في رواية لا يجاوز حناجرهم بمعنى يقرؤون القرآن أو يسمعونه لا يصل إلى القلب لا يجاوز الحناجر أو لا يجاوز الترقوة بمعنى لا يثقهونه ولا يتدبرونه ولا يفهمونه فعلا الذي لا يقرأ القرآن بتؤادة وطمأنينة لا يترك لنفسه الفرصة أن يفهم كلام الله لأن كلمة وراء كلمة وراء كلمة أن له أن يتدبر هذه الكلمات فإما أن يقرأ بتؤادة حتى يتأمل ولذلك نرى أن هذا الوصف إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم جاء في وصف شر أهل البدع وهم الخوارج قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئذئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم بمعنى لا يفهمونه والإنسان إذا لم يفهم القرآن هنا الخطأ فإذا لم يفهم القرآن قاله جاهل لكن المشكلة أنه يفهمه فهما آخر وهذا ما يسمى بالجاهل المركب والأمة ما بتوليت بالجاهل البسيط الجاهل البسيط عادي تروح ليه سلام عليك تعالي المو يقول بارك الله فيك والسلام لكن الجاهل الجاهلا مركبا هذا له خلفية فعندئذ يجادل بالباطل ويفهم القرآن على نحو تلك الخلفية التي لديه فينزل القرآن على فهمه لا على الفهم الصحيح هنا أمك من الخطر فقال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن ما وقع في القلب فراسخا نفع ما وقع في القلب وقع فراسخ إذا لم تترك الكلمة تدخل القلب بتؤد وطمأنينة لن ترسخ مثل مثلا الماء تعشت إذا نزل المطر الغازير الوابل هذا ربما ضرر بالزرع ويحدد حملة ويخرب الديار ويخرب الطرقات لكن انظروا إلى الثلوج تنزل الهوينة بل لا تسمع لها حسة لا تسمع صوتها الثلج فإذا ذاب الثلج بين المرج بمجرد ما يذوب الثلج تزهر الأرض وتخرج بركاتها وثمارها فالشاهد هنا ابن مسعود أعطاه موعظة نافعة جدا ومثله مثل هذا الحديث رواه الآجري رحمه الله تعالى في حملة القرآن عن ابن مسعود قال لا تنثروه أي القرآن لا تنثروه نصر الدقل والدقل هو أردأ أنواع التمر أردأ أنواع التمر يسمى الدقل إذا كان في العرجون التمر هذاك ييبس فيسقط لا ينتفع الناس به يبقى فقط الرطب الرطب يبقى في العرجون أما ذلك الدقل ييبس لسوءه ورداءته فيسقط ويتناثر على الأرض لا ينتفع كأنه يقول لا تنثروه نصر الدقل لا تجعل هذه الكلمات الرائعة كلام الله عز وجل هكذا يذهب دون أن تفهموه ويتناثر لا تركوه يعني تركوه ثابتا حتى تستمتعوا به وتستمتعوا بفهمه لا تنثروه نصر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة انظروا إلى كلامه لا تنثروه نصر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة هذه نبذة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وعن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توجيه الناس لهذه القراءة نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى كيف نقرأ القرآن بعد فاصل قصير نعود إليكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا مشاهدي الأعزاء فقد رأينا قبل قليل أن من أهم آداب قراءة القرآن أن يقرأه المسلم بتؤدة وطمأنينة حتى يصل إلى الهدف المنشود والأمر المقصود ألا وهو تحقيق قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فالبركة على القرآن الكريم تحصل إذا وافقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته رأينا كيف كان يقرأ القرآن مفسرا حرفا حرفا وتكلمنا أيضا عن آثار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينهى فيها عن قراءة القرآن هذى يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب المجموع شرح المهذب من أعظم كتب الإمام النووي في الفقه الشافي يقول واتفقوا على كراهة الإفراط في السرعة عند قراءة القرآن الكريم وهو يسمى الهذ قال ويسمى الهذ أي الإفراط في السرعة والذي يقرأ جزءا بترتيل أفضل ممن يقرأ جزئين بلا ترتيل لما في ذلك من الإجلال والتوقير ولما فيه من التأثير في القلب قال ويستحب أنه إذا قرأ القرآن أن يقف عند آية رحمة فيسأل الله من فضله ورحمته وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من صخطه وإذا مر بآية تستنزيه يعني آيات الصفات آيات التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن عباده أنهم يشركون به فعندئذ وقالوا اتخذ الله ولداء تقول سبحان الله اللهم إنا نسبحك عما يقول الظالمون علوا كبير هذه العبادة قراءة القرآن تدبوره فهذا كلام كلام الإمام الناوي رحمه الله يستدل له بأحاديثة كثيرة منها مرواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكبر فافتتح طبعا قرأ سورة الفاتحة فافتتح بسورة البقرة فقلت سيركع عند المئة ثم مضى لم يركع عند المئة فقلت سيركع عند آخرها فلما انتهى من سورة البقرة شرع يقرأ في سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله تعالى من رحمته ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله من عذابه ولا مر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله عز وجل شهد الحديث عظيم صلاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الإمام النووي هذا عام سواء كنت في صلاة أو في خارجها سواء كنت إماما أو منفردا تفعل من المستحب أن يفعل المصلهات طبعا هذا الحديث أيضا فيه فائدة وهو أنه لا بأس بالتنكيس شو معنى التنكيس التنكيس في اللغة هو القلب قلب المنكوس هو القلب المقلوب لأن القلب وشاء عند الفقهاء أنهم يكرهون التنكيس في الصلاة مثلا يقول لك إذا قرأت في أول ركعة بصورة ينبغي أن ترعي ترتيب القرآن حسب المصحف فتقرأ في الركعة الثانية صورة بعدها لا تقرأ صورة في الترتيب في المصحف قبلها نقول هذا هو الأكثر لكن ليس بواجب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في هذا رأيناه يقرأ في هذا الحديث وفي صح مسلم قرأ بالبقارة ثم النساء ثم آل عمران وآل عمران في ترتيب المصحف قبل صورة النساء فدل على أن التنكيس جائز طبعا الأكثر هو أن يقرأ المسلم في صلاته القرآن الكريم والسور بحسب ترتيب المصحف حديث آخر رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فاستاك وتوضأ ثم قام فقرأ بالفاتحة وصورة البقرة وصورة آل عمران لا يمر بآية فيها فضل إلا سأل الله من فضله لأن تمرك تقرأ في صفات أهل الجنة أو صفات أهل النار إذا مررت بآية فيها وصف للجنة وأهلها تقول اللهم اجعلنا منهم وإذا مررت بآية فيها ذكر حال أهل النار فتستعيذ بالله اللهم أني أعوذ بك أن أكون منهم ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله تبارك وتعالى إذن هذه فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام عدة مرات كان ذلك هو دأبة بل هناك ما يبين أكثر من هذا في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن حتى أتى على آخرها كملها قعد السورة ثم التفت إلى أصحابه وقال إنني قد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا منكم أي كانوا يردون بأحسن منكم أتدرون ما الذي كانت تقوله الجن قال ما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كان الجن يقولون لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد أي لا نكذب بنعمك يا رب ونحمدك هذه السنة شوف لما تقرأ سورة الرحمن تقرأ سورة أخرى هذا الأفضل حتى تأتي هذه القراءة بثمارها ويستمتع المسلم بأجرها وفضلها إذن هذا كيف نقرأ القرآن نقرأه بتؤادة وطمأنينة وهو الأدب السابع نختم هذه الحلقة بالتحدث عن أدب في إيجاز وهو الأدب الثامن وهو القراءة من المصحف كنا قد سبق أن بينا أن الطهارة نوعان للقراءة القرآن مستحبة إذا قرأت من ظهر قلب لكن إذا قرأت من المصحف فيجب تجب الطهارة ويستحب قلنا القراءة من المصحف طبعا الإنسان يقرأ إذا لم يكن لديه مصحف يقرأ ولا يضيع وقته ولكن إن أمكنه أن يقرأ من المصحف قراءة التعبد دعنا من ذلك الذي يريد أن يراجع فهذاك شيئا آخر نتكلمه الذي يريد أن يتعبد الله بالقراءة فإنه يقرأ من المصحف أفضل لما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر أو فليقرأ في المصحف أي من أحب أن يزداد حبه لله وأن يزداد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر أو فليقرأ في المصحف لماذا؟ لأن الذي طبعا الإمام النووي رحمه الله يقول لك لا أعلم خلافا في هذا يعني أن المستحب أن تقرأ في المصحف أفضل من أن تقرأ عن ظهر قلب هذه قراءة التعبد لماذا؟ لأن الإنسان المسلم إذا قرأ ونظر في المصحف يكون أكثر استحضارا لكلمات القرآن ولمعانيه يقف عند ما ذكرناه من آيات الرحمة ويستعيذ بالله عند مروره بآية العذاب وهذا معنى قولي عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يشترى الثلاث أشياء يكون لك قلب القلب هو العقل القلب هو العقل فالآيات طبعا في بيان ذلك كثيرة طبعا إنسان مجيش يقول لك المخ المخ هو في الحقيقة الجهاز الذي يستقبل الأوامر من القلب وهو بدوره يعطي الأوامر للأعضاء يعني العقل اللي هو الفهم والتعقل وإدراك الأشياء هذا محله القلب والمخ هو آلته آلته لأن القلب يأمر هو الذي يشعر بالأشياء هو الذي يفكر ويعطي الأمر للمخ والمخ يترجم ذلك الأمر إلى الأعضاء مخ بمثابة الموزع لذلك هناك مسألة ذكرها الإمام بن قدامى رحمة الله عليه نحن لا ترد علينا يقول رحمة الله عليه يقول إذا ولد مولود برأسين وهذا واقع قال لك أحدهما نطق بالإسلام والثاني نطق بالكفر كيف هذا هذا في الحقيقة يقول لك ما الذي نرجحه هذا لا يرد علينا لماذا؟ لأن العبرة ليست بالمخ ولد برأسين وبعد العبرة أن القلب واحد إذا المستحيل ينطق بالكفر هذا وينطق بالإسلام هذا سينطق الرأسان كلاهما سينطقاني طبعا هذه مسألة ذكرناها من باب الفائدة فقط وإلى القلب ومحل التفكير محل العقل إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله أمنهم قلوب لا يفقهون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها فالقلب هو العقل قلت يشتارط أول شيء هو العقل لكن العقل كي نستحضر ويكون حاضر هذا العقل عند قراءة القرآن ينبغي أن نستحضر الأدب السابق والقراءة بتؤادة نحن نقول حاجة بالعقل بعد كي نقوله ما لا تسرع بالعقل العقل كي يحضر لابد أن تقرأ بتؤادة وطمأنينة هذه حاجة شفناها قبل قليل الآن أو ألقى السمع ويسمع يرفع الصوت ويسمع نفسه وسنتحدث عن الجهر بالقرآن الكريم إن شاء الله في الحلقة القابلة يسمع نفسه وهنا أحذر أخي المسلم أختي المسلمة من أن تقرأ القرآن دون أن تحرك شفتين حتى في الصلاة خاصة في الصلاة لأن بعض الناس يقرأ يفتح المصحف ولا يحرك الشفاة ويظن أنه يقرأ لا في الصلاة الجوي فوقها يقولك صالة باطلة إذا لم تحرك شفتيك هذه ليست قراءة إذا قرأت في نفسك هذه ليست قراءة القراءة هو حتى اللفظ لابد أن تلفظ واللفظ هو إلقاء الكلمة اللفظ لفظت الشيء ألقيته إذا قرأت في نفسك أي ما لفظت شيئا لابد أن تلفظ الشيء أي تطرحه تحرك شفتين تسمع نفسك أحيانا تجهر ما فيش مشكلة لكن العبرة أن تحرك الشفتين والكلام النفسي في الحقيقة هو كلام للتفكير ولكن لا يسمى كلاما حتى يخرج من اللفظ عندئذ نسميه الكلام إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل دل هذا على أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما في العرف لابد من تحرك الشفتين تسمع نفسك عندئذ تستحذر أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينظر وينظر إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة بماذا تجتمع بالنظر في المصحف عندئذ تكون الثمر من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف نكتفي بهذا القدر في هذا الحلقة قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر